مبدأ التعذيب هذا مبدأ مرفوض حتى من الناحية الدستورية ولا ينسجم مع معايير حقوق الإنسان العالمي لكن بشكل أو بآخر هم مو فقط ذول هم يتحدثون عن 12 ألف المحكومين بالإعدام وهذه كارثة كبيرة 12 ألف المحكومين بالإعدام دولة تعرف إشقد مروا بفلاتر أستاذ عدنان هو قانون يعرف هذه القضية إشقد مروا بقضاء مختلفين وإشقد مروا بسلسلة الإجراء وكم سنة أخذت قصتهم حتى وصل إلى الأمر إلى أن يحكموا بالإعدام وبالتالي من أنت تجي الطالب هو يتحدث بعبارة دقيقة يقول تثير حفاظة اللطار لا يا عزيزي مو لطار تثير حفاظة جميع الضحايا جميع الأبرياء عندما نحن نحاول بشكل أو بآخر نذهب باتجاه الدفاع عن الجلاد والقتلة والمجرمين والرهابيين والداعشين ومن لف لهم فهم ونترك من قام بذبح وقتل المئات والعشرات عبر أحزم الناسفة والسيارات المفخخة وإلى آخر في سجون معينة ومن ثم يتم إخراجهم بصفقة سياسية عن طريق تخادهم سياسي وتفاهم لا إطار ولا غير إطار ولا أبل إطار يقدر يوقف ذاك الوقت قدام الجمهور المتضرر من هؤلاء المجرمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر